السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الاتصال بالأرقام المفضلة على الآيفون دون الدخول إلى تطبيق الهاتف وفعل الجرس ليصلكم جديدها تباعا يهدف هذا التسجيل إلى تيسير الاتصال بالأرقام المفضلة حيث إن هذا تفرضه علينا ظروف خاصة في كثير من الأحيان أو نرغب فيه بكل بساطة من أجل ذلك نحتاج إلى القيام بإعدادين أولا ندخل إلى تطبيق الهاتف ونختار جهات الاتصال مفضلة نرتيبها حسب الأولوية من أجل إضافتها نضغط زر إضافة ونختار من جهات الاتصال ما نشاء ومن أجل ترتيبها نضغط تعديل في الأعلى ونضغط على أي جهة موجودة في أسفل القائمة نريد أن نرفعها إلى أولها نضغط طويلا ونسحب إلى الأعلى حتى تنضاف إلى بداية القائمة ثم نؤكد بالضغط على زر OK على أنه يمكن إضافة أي جهة اتصال بالضغط عليها والنزول إلى إضافة إلى المفضلة الإعداد الثاني موجود في الصفحة صفر التي هي عبارة عن ويدجت لاحظوا معي بالدخول إلى الصفحة صفر ها هي ثمان جهات اتصال في المفضلة لدي بضغط واحدة وهو ما لن استطيعه تقنيا التصل بالرقم المطلوب وهذه هي النتيجة التي سوف تصلون إليها بحول الله لأجل ذلك نسحب إلى الأعلى حتى نجيد زر موديفي أو تعديل هنا لدي جهة الاتصال المفضلة هي العنصر الأول حسب رغبتي لكم أن تضعوها كعنصر أول أو ثاني سوف أحذفها لاحظوا وأضغط OK الآن إذا عدت إلى صفحة صفر فلن أجد أي أرقها هذا هو الوضع المفترض لديكم إذن أضغط على تعديل أبحث عن جهات الاتصال المفضلة في عناصر الويدجت ها هي ثم أضغط على علامة الزائد الموجودة إلى جانبها يخبرني VoiceOver أن ذلك يعني إضافة المفضلة إلى الويدجت أضغط OK وها هي قد أضيفت أما وقد أضيفت لاحظوا معي أضيفت في النهاية في نهاية الويدجت ولكن أريد أن تكون في بدايته أضغط Modify تعديل أنزل إلى المفضلة أضغط إعادة تنظيم فافوري وأسحب إلى الأعلى لأجعلها أول عنصر ثم أضغط OK وبذلك صارت كما تلاحظون في أول قائمة الويدجت يكفي أن أضغطها ضغطة واحدة لأتصل بالرقم الذي أريد كان هذا هو ما أردت إيصاله إلى مسامعكم الكريمة اليوم إلى أن ألقاكم مرة أخرى دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر